الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الشراط المستقيم الشراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قال إبراهيم لأبيه يا زرعة اتخذ أصنا من آلهة إني نراك وقومك في ظلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السمارات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كهكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا تحب الآفلين فلما أفل قال لإن لم يهدني ربي لأكونن من القول الضالين فلما رأى الشمس بازرة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بليء مما تشركون إني وجهت وجني بالذي بطر السماوات والأرض حنيفا والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجون بالله وقد هدان ولا لقاك ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أقار ما أشرفكم ولا تخافون أنكم أشرفكم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحب بالأمن ينتظرون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم الأولئك أمه الأمر وهم مهددون وتلك حجة ما آتيناها إبراهيم على قومه نربع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له بسحاق ويعبوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ثريته داروا له سليمان وأيوب وأيوب ويوسف ويوسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويوسى ولوقهم وكلهم قد ضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم ويخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشرقوا لحفظ عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناه الكتاب والحفم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم قد له كل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا بكران العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المبطوب عليهم ولا الضالين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى أموراً ورهداً للناس تجعله له طراطيس تبدونها وتخطون كثيراً وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءهم قل الله ثم درهم في خرقهم يلعبون وهذا كتاب الأنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذرهم ما القرى وما الحولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أطلق مما لابترى على الله كذباً أو قال اوحي إليه ولم يوحي إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولم ترى إن الظالمون في غمرات اللون والملائكة باسقوا أيديهم أرجعوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير العق وكنتم عن آياته تستفرون ولقد جئتمون أفرادا كما خلقناكم أول مرة وتعبتم ما قولناكم وراء أغبوركم وما نرى معكم شفعانكم وراءكم الذين سعنتم أنهم فيكم شركاء لقد غضع بينكم وظلعاكم ما كنتم تسعمون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فأناك فكون ذلك اليسباح وجعل الليل سكنه والشمس والقمر وحسبانا ذلك تقديره العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتكوا بها في ظلمات المر والبحر قد قصّلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنزل من السماء وهو الذي أنزل من السماء وإهتمانا فأخرجنا به ذبات كل شيء فأخرجنا منه قبرا نخرج منه حبا متراهبا ومن النقل من طلعها قلوان تانية وجنات من أعناب والزيتون غرور ما لمشتبها وغيرا تشابه انظروا إلى سمره إذا أثمر ما ينعني إن في ذلك لآيات لقومه يؤمنون وجعلوا لله شركان الجن وخلقا وغاقوا له بلين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصبون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله رفض لا إله إلا هو خالق كل شيء فعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف القبيل قد جاءكم بصائر من رفكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أمى عليكم بحفير وكذلك نصرف الآيات وليكونوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما محيى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرف وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسفوا الذين يدعون من دون الله فأسفوا الله عدوا بطير علم كذلك سينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئوهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمالهم لإن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعرهم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلق أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونترهم في قريالهم يعبهون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدم الشراط المستقيم شراط الذين أنعمد عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكل أهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا بكل نبي عدوا شراطين المنس والجن يوحي بعضهم إلى بعضهم وكذلك جعلنا بكل نبي عدوا شراطين المنس والجن وكذلك جعلنا بكل نبي عدوا شراطين المنس والجن ويبردوا ما هم مرترفون فأغير الله ابتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب وقصلا والذين آتيناه الكتاب فيعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكون من المنتدين ودمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يحرصون إن ربك هو أعلى من يضل عن سبيله وهو أعلى بالمهددين أكلوا مما ذكر اسم الله عليه منكم بآياته مهمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعذب وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد قصل لكم ما حرم عليكم إلا مطل لكم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهواء بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعددين وذروا الضال عن الإهم وباطله إن الذين يكسبون الإهم سيجزون بما كانوا يقدرون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لنحرون إلى أوليائهم ليجادلوهم وإن أطعتوهم منكم لنشركون أَوَمَنْ كَانَ مَيْتَمْ فَأَحْيَيْنَاهُ وَجْعَلْنَا لَهُ رُعِي يَمْشِيْهِ فِالنَّاسِ كَأَمْ مَثَلُهُ بِالظُرْمَاتِ لَيْسَ بِخَالِقٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُدْنِيهَا لِيَنْكُرُونَ وَمَا يَنْكُونَ إِلَّا بِأَنْكُسِهِ وَمَا يَشْعُونَ وَإِذَا جَادْتُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْدِيَ رَسُلُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعْلَهُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارُ عِيَنْدَ اللَّهُ وَعَتَاكُمْ شَبِيْكُمُ بِمَا كَانُوا يَنْكُرُونَ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ مِالسَّمَاءُ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجِسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وهذا شراط ربك مستقيماً قد بصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استغترتم من الإنس وقال أوليان من الإنس ربنا استمتع بعهنا ببعضهم وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قَالَ النَّارُ أَثْوَاكُمْ قَالِدِينَ بِيْهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَفِيْنٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ تُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يغصون عليكم آياتي وينبرونكم لقاء يومكم هذا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَأَرَّذْهُمُ الْعَيَاتُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَابِلِينَ ذَلِكَ أَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْمُرَابِخُ الْمِرُونَ وَأَلْهُمْ وَلِكُلِّ دَرَجَاكُمْ مِنْ مَا عَمِرُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَدُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُدُ الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِدُكُمْ وَيَسْتَخْلِقُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأْكُمْ مِنْ دُرِّيَّةِ قَوْمِ الْآخَرِينَ إنما توعدون لآتروا وما أنتوا بالعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وَجَعَلُوا لَهُمْ مَا دَوْعَ مِنَ الْحَوْفِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشْرَكَائِنَا وَمَا كَانَ لِشْرَكَائِهِمْ فَلَا يَصْرُ إِلَّا اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ بَهُرَّ يَصْرُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْبُونَ وَكَذَلِكَ زِيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائُهُمْ لِيُودُهُمْ وَلِيلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَكُ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَدَرُهُمْ وَمَا يَحْتَرُونَ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وضالوا هذه أنعموا وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت أبوها وأنعام لا يدرون اسم الله عليها افتراء عليهم سيجزيهم بما كانوا يكترون وقالوا ما في قوم هذه الأنعام خالصة لذكرنا ومحرهم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد غسر الذين قدلوا أولادا سفا بغير علمه وحره ما رزقه الله افتراء على الله قد ضلوا ما كانوا مبتدين وهو الذي أنشأ جنات مع روشات وغير مع روشات والنقل والزرع مختلفا والنقل والزرع مختلفا نقلوا والسيطون ورمان متشابها وغير متشابه كلوا من زمنه إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا قلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزوات من الضأل اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أب الانسين أما اشتملت عليهم أرحام الانسين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإب الاثنين ومن البغن اثنين قل آذكرين حرم أب الانسين أنما اشتملت علي أرحام الانسين أل كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أخلم مما افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجل فيما أوحي بدي محرما على طاع يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسروحا أو لعبخ منزير فإنه مريس أو فسطا أهلا من غير الله به فمن افترى غير باغ ولا آده فإن ربك رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي يمهوا ومن البغل والغنم حرمنا عليهم شرهمهما إلا ما حملتهم أو الحوايا أما اختلق معهم ذلك جزيناهم ببضلهم وإنا لصالحون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين من الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الطالين فإن كذبوا كفقوا الرب قدوا رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشرفوا له شاء الله ما أشرفنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذبوا الذين من قبلهم حتى داقوا بأسنا قلها العيادهم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تقصون قل فلله العرجة البالغة فلو شاء لهذاك الأجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أدوان الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعلمون قل تعالوا أكل ما حرم ربهم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تغطروا أولادكم من إغلاقه نحن نغزقكم وإياهم ولا تقاقوا الفراحش ما ظهر منها وما بطر ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا للحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقرأوا مالا ليبيني إلا بالذين هي أحسن حتى يظلوا أشده وعبوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلم نفسا إلا مسعها وإذا كلهم بعدهم ولو كانتا قربا وبعزد الله أعوذ ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا شراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السغل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه باركا فاتبعوه واتقوا لعلهم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على قائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراسهم لغابلين أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أبدا منهم فقد جاءكم بينه فقد جاءكم من ربكم وهدى ورحمة فمن أغلب ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدقون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدقون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعهد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل يا انتظروا إنا انتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شعا لست منهم في شيء إنما أبوهم إلى الله ثم ينبهون بما كانوا يفعلون من جاء بالحسن فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها هم لا يظلمون قل إنني هدى لربي إلى صراط مستقيم دينهم قياما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ونماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزروا زركوا وزروا ثم إلى ربكم نرجعهم فينبهكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلال فالأرض ورفع بعضهم بوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفره الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمد وإياك أستعين إنتنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الإنه لغفره الرحيم الإله لغفره الرحيم من صاد إذا كن أنسل إليك فلا يكن في صدرك عرض منه لكون ذرا به وذكرى للؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها بجاءها بأسنا بيادا أو هم قائمون فما كان دعوا من جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إن كنا ظالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلنسألن الذين مرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعيدهم وما كنا ظاهبين والرسل يوم إذن الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هو المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين رسلوا فأمانكسا بما كانوا بآياتنا يغلقون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فينا معالش قليلا ما تشكرون لكمنعواắng ومن خفت مخفوط لكمنعواع في الأموال هناك اهدنا لكمنعواع في الأخير اتخ留عنا في الأخير